اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزى الخاصة صف الرابع الابتدائي معاكم اسمونيكا والنهاردة هنحل تدريبات درس الحدود الجغرافية والسياسية لمصر السؤال الاول اكتب ما تدل عليه الارقام التالية في الخريطة الموجودة قدامك رقم واحد البحر هتكون الاجابة البحر المتوسط رقم اتنين دولة هي دولة ليبيا رقم تلاتة خليج هتكون الاجابة خليج السويس رقم اربعة دولة والدولة دي موجودة جنوب مصر وهي دولة السودان السؤال الا بعد كده صحح الكلمات التي تحتها خط رقم واحد يجاور مصر من جهة الجنوب دولة فلسطين طبعا فلسطين مش بتجاور مصر من جهة الجنوب فهنشيل كلمة فلسطين وهنحط مكانها السودان رقم اتنين يحد مصر من جهة الشمال البحر الاحمر البحر الاحمر بيحد مصر من جهة الشرق وليس الشمال هنشيل البحر الاحمر وهنحط مكانه البحر المتوسط رقم ثلاثة تفصل الحدود الغربية مصر عن جمهورية السودان هنشيل السودان وهتكون الإجابة ليبيا رقم أربعة معظم حدود الدول العربية حدود طبيعية الإجابة هتكون حدود بشارية السؤال اللي بعده ما المقصود بي رقم واحد الحدود السياسية الحدود السياسية هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جرانها من الدول وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود وقد تكون طبيعية أو بشارية رقم اتنين الحدود البشرية حدود من صنع الإنسان السؤال اللي بعده بيما تفسر رقم واحد عدم وجود مشكلات سياسية بين مصر وجرانها ليه ما فيش مشكلات سياسية بين مصر وجرانها؟ لأن حدود مصر واضحة ومميزة ومعترف بها بين الدول المحيطة ودول العالم رقم اتنين أهمية الحدود السياسية لمصر أهمية الحدود السياسية لمصر لأنها تفصلها عن جرانها وتحدد الدولة وتحفظ حقوق مصر داخل هذه الحدود السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس رقم واحد من أمثلة الحدود الطبيعية نتيجي لاختيارات الجبال، الأنهار، البحار، كل ما سبق الجبال والأنهار والبحار كلهم حدود طبيعية علشان كده هنختار الإجابة كل ما سبق رقم اتنين تعتبر مدينة نقط هي عاصمة جمهورية مصر العربية عندك الاختيارات الأسكندرية، القاهرة، السويس الإجابة هتكون القاهرة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية رقم ثلاثة الحدود التي تفصل مصر عن جرانها تسمى حدود إدارية ولا سياسية ولا داخلية هتكون الإجابة سياسية رقم أربعة حدود مصر الجنوبية تفصلها عن دولة فلسطين ولا جمهورية السودان ولا ليبيا؟ هتكون الإجابة جمهورية السودان وبكده نكون انتهينا من حل تدريبات درس الحدود الجغرافية والسياسية لمصر شكراً لكم اشتركوا في القناة